تفقدت قيادة اللواء الرابع مشاه جبلي المرابطين في جبهة الحكومة المطلة على منطقة الخزجة وطور الباحة وهجة العبدة وطلعت قيادة اللواء على أحوال المرابطين وجاهزية مل قتالية مشيدة بالدور النضالي للأبطال المرابطين في الجبهة واشارت قيادة اللواء إلى أن الأبطال في جاهزية قتالية لردع تصعيد الحوثي واستكمال عملية التحرير من هنا من قبهة الأحكوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك قمنا بزيارة ميدانية للقبهة الأحكوم لتفقد المرابطين مع فريق ميداني لللواء الرابع مشاه جبلي من حوال طور الباحة وبمناسبة هذه العيد نهني المرابطين وبمناسبة العيد ونقول لهم ثبت الله أقدامكم وأعانكم الله على هذا العدو الغاشم القيش الوطني دائما على أهبة الاستعداد وهنا هو في هذه القبهات مستبسل ومستحيل لو يأتي الحوثي مع ما يملك من عتاد وعدة مستحيل أن يتقدم شبر رواحة في هذه القبهة لأنها فيها رجال كالقبال الرواسي التي يقفون عليها وهذه القبال تشهد لهؤلاء المرابطين بالثبات والصمود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر